ستأتي بجديد ولن تأتي بجديد في الوقت ذاته الجديد الذي أثرت به المحكمة أنا حضرت بداية للجولة الأخيرة التي تحصل حاليا أول يومين هي أنه عمليا هذه المحكمة حددت من ارتكب الجريمة عمليا والظروف السياسية التي أحاطت فوجئت بالمرافعة التي ذهبت مباشرة إلى حزب الله ودمشك هي المحكمة أصلا يفترض وهذا بسبب التهديدات الروسية لدى أقرار المحكمة في مجلس الأمن يعني هي محكمة تعرف أنه هي تأسست على أساس قرار لمجلس الأمن بالسنة 2007 الجانب الروسي كان مصر أنه عدم ذكر كيانات أو أحزاب أو دول يعني بيعرف الروسي لأنه بيعرف تمام أنه دولة مثل إيران مش بعيدة عن الجريمة وأنه حزب الله يعني نفذ ويعرف أنه النظام السوري متواطئ كليا في العملية فحاولت حاولت روسيا تحميهم وهددت بالفيتو في حال لم تكن صياغة القرار بما يناسبها فاللي حصل حاليا هي أنه أنا اتفجأت أنه المدعي العام راح بالسياسي دغري أن الأهمية اللي حصل هي الأهمية السياسية أكثر البعد السياسي لجريمة اغتيال رفيق الحريقي وتخلينا نكفي عن هذا الموضوع هل برأيك أن المدعي العام عندما يذهب بالسياسي هل هذا سيكون حج لدى روسيا تقول أن المحكمة الدولية تجاوزة تصل لا ما أعتقد أنه طريقة اللي ذكر فيها هيدا الموضوع الموضوع السياسي يعني والبعد السياسي اعتمد فيها على الأدلة والقراءة ما اتهم مثل النظام السوري مباشرة قال لا هو اللي عم ينسؤوا للجريمة ترك الأمن للإستنتاج لا لا عم ينسؤوا للجريمة اجتمعوا يوم فلان فلان بالمكان الفلان وكان فيه فلان الفلان الفلاني ودغري قام رسطم غزالي اتصل بقصر رئاسي بدمشق يعني مثلا من الضحي يعني كثير كان دائي يعني فيه أكثر مثل التلاف دليل وقاريني بالموضوع فهيدي كلها يعني بتعطيك فكرة عن قديش الادعاء الانتهامي كان دقيق وإذا بدح مباشر يعني أو غير مباشر يعني بس أدى الغراض المطلوب المطلوب سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة